تهديد البشر يفوق قدرة تحمل الأرض هذه الأخيرة التي خسرت أكثر من 60% من حيواناتها الفقرية بين 1970 و2014 بحسب تقرير للصندوق العالمي للطبيعة ستكون ويكون البشر أمام خسائر أكبر ما لم يأخذ العالم خطوات أكثر جدية التقرير أكد أيضاً أن ربع مساحة الأرض فقط هي الخالية من تأثير أنشطة البشر ستقل هذه المساحة لتصبح العشرة فقط بحلول 2050 90% من الطيور البحرية تحوي مواد بلاستيكية في معدتها فيما كانت النسبة فقط 5% عام 1960 وأرجعت المنظمة انهيار النظام البيئي إلى أسباب منها الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وتقطيع الغابات واستخدام المبيدات الحشرية والأهم التلوث البلاستيكي مدير الصندوق أكد أن هذه الخسائر ليست مجرد انقراض حيوانات أو اختفاء مساحات خضراء مؤكداً أن تأثيرها لا ينحصر فقط في فقدان كائن لطيف بالنسبة للبشر لكن سيكون البشر هم الأكثر تضرراً إذ كل ما هو حولهم يعتمد على الموارد الطبيعية كالغذاء وحتى الأدوية وهو ما جعل الصندوق يدعو إلى عقد صفقة بين البشر والطبيعة لحماية الاثنين معاً هناء فواز العربية